أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية القمة الأفريقية للمناخ المقرر عقدها في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من الرابع حتى السادس من سبتمبر المقبل حيث ستمثل فرصة لتأكيد أولويات واهتمامات وشواغل القارة الأفريقية تجاه قضية المناخ وخلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمام الاجتماع الافتراضي الذي عقد لللجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بالتغير المناخي أكد الرئيس السيسي أن القارة السمراء هي الأكثر تضررا من تأثيرات تغير المناخ وعنكاساته المحتملة على مناطق الساحلية مع زيادة وطيرة الجفاف والتصحر ونضرة الموارد المائية فضلا عن زيادة ملوحة المياه الجوفية وانتشار الأوبئة والآفات والأمراض وأشر إلى أن هذه الآثار تقود إلى تفاقم الضغوط على الدول الأفريقية في غضم أزمات الغذاء والطاقة وأسعار الفائدة العالمية الحالية والتي أدت بدورها إلى أعباء خاصة بترقم الديون بشكل يقوذ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر